السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم وأصلي وأسلم عن أبي الكريم سلام عليكم مرة أخرى اليوم إن شاء الله يجب عليك وصفة المقروض لنرمل المبسس يدوب الفم يأتي بسم الله ما شاء الله لتحبي نجحة المقروض تتبع الوصفة فقط ولكن لابد من التركيز في أي وصفة فيها مقادير وفيها كيفية التحضير اذهبوا لكم بعضنا كيفية تحضير المقادير ركزوا مليح ولا تنسونا من الإعجاب هنا في قصعة عندي 3 كيلات سميد يكون سميد متوسط أنا عملت مركة كينزة ثم أعمل الباركة أو بنعمر أو أي سميد يكون متوسط هنا كل كيلة نحطها ملعقة صغيرة من الملح كما ركما تشوف هنا بعد نجيب هنا سمن هنا سمن كيلة إلى ربع وكملت الربع الآخر بالزيت حركت سميد تاعمى الملح ونضيف هذا كالسمن والزيت هنا نبسس به مقروط المقروط لازم نسع بالي معاه ونبقى نحك فيه ونبسس فيه من سبعة دقائق إلى عشرة دقائق لاني إذا حبيت يجيني مقروط يعني مرمل ونبسس مليح ونخدم به مباشرة لازم نصبر عليه لازم نحك وهكا كما ركما تشوفو بدينا ونطول معاه فترة طويلة باش نلقى النتيجة في الأخير شوفو هذه العملية لازم نازم نبقى نحك فيه حتى يصبح مقروط وكأنه مشمخ كما ركما تشوف في الصورة هنا وكأني صبيت عليه الماء ولكنه الآن بدون ماء روحنا اتحكم له فقط تعني وخدمتم له باش يجيني يدوب الفوم ويجيني مرمل نعمل العملية هذي ونسقطها في العجينة ونشوف معها هنا عجينة يريم لها تبسس وتخيل كل ما ببعضها نجيب هنا نصف كيلة تعمى ونصف كيلة تعمى ونصف كيلة تعمى ماء زهر رش هنا عسمي تعمى ونحط الماء والماء الزهر هذا كما تشوفوه ونخلط بيدي فقط يعني هذه العملية يعني لازم نعملها أنا كنت كيلة بسستو تركتو حوالي نفس ساعة في القصعة من بعد رجعت بلتو للأمانة فقط يعني ونحاول الرش الرش حتى نتحصل على عجينة كونترية نحاول ندخل هذا المتاعي في العجينة بلا ما نعجل بلا ما نعجل على الأطراف الأصابع فقط يعني ما ندخلوش بالكف في ايدنا ندخلو بالأصابع فقط واللمها مليح هكذا ونتركها يعني يديحب ليلة كاملة أو ثلاثة ساعات يعني بعد ثلاثة ساعات أحسن وأحسن اللمها هنا نغطيها بطرشون بعد ثلاثة ساعات نرجع لها نرى هنا المقارن التاعي يعني الماء سواسوا يعني المقادير مضبوطة هنا نروح الغرس التاعي بعد ما عجنته نجلب العجينة التاعي هكذا ونحلها مليح واللفها مليح ونعمل يعني انتونال داخل العجينة ونجيب الغرس التاعي أو طمر معجون ونحطه داخل العجينة ونجيب العجينة تاعي من الأمام من الأسفل ونظرها الفوق يعني نمسك العجينة من الأمام ومن الخلف ونظرها الفوق ونضغط المليحة ونعاود روليها فوق الطاولة حتى نخرج الريح ون تتحلل هذه العجينة تاعي نحاول هنا نضغط المليح ونجيب سكينة ونقسمها على اثنين لان هنا الطابع تاعي صغير شوية لابد ان العجينة تكون يعني قد طابع نحاول نضغط المليح ونجيب الطابع تاعي ونطبح ونضغط المليح ونضغط المليحة كبيرة ونضغط المليحة كبيرة حتى يبين هذا الوش بتاع الطابع ونجيب سكينة ونحاول نقص المعينة هذه المقروطات ونقصها على الجوانب ونقصها بسكينة ونخفوش لا نضغط غريبا يعني ليس لهم بعد ذلك نقص بسكينة أو كبات أو حتى بالطابع يعني يجب سهلين مهلا ونقص أنقص الجوانب ونضعها في الفلاتية كل حبة التي نهزها نعدلها لان الصبوعية سيدخل فيها في الوسط يعني هو يطريع او تكون الطابع قاسع على الجانب سنعدلها مليح قبل ما نضعها في السينية نعاود نكملها كامل نقدع ونبدأ نحل في العجينة ونضع كل العجينة نضعها في غرص ونضعها مليح كي نكملها مباشرة نضعها في الفرن هذا نقص المقادير وربي سهل لك نبقى هنا ونرجع لك ونحاول نقصها كامل كما بعد مرينها عفوا بعد مرينها كما ترون نقصها كامل ونعدلها ونضعها في البلاتيع نتكلم مع المبتدئات يعني نعرف الجزائريات الحرار النقروض يعملون ولكن دائما يخرج جيل جديد وهذا الجيل الآن لديه وسيلة واحدة وهي اليوتيوب يتعلم منه نعطيكم وصفة ونذهب إلى البلاتيع التي كنتنا عملت اليوم تجربة لم أحبت لسق المقروض في بعضها يعني كما تعرفوا والدينا والناس الكل يعني المقروض يجيبوه ويضعوه في السينية ولكن يلسقوه يعني سقوه بعضها يقولوا يتحرق الغرس انا قلت مرشا ماخر او طابع اخر كما ترون وطبعت به المقروض ونحاول نعدلها ونقصها معينات قلت يعني يقولوا بالغرس يتحرق في الكوشف انا قلت بلاء يعني كان لسق مع بعضها المقروض وبلاء بعضها ولكن نتيجة مبهرة يعني المقروض حضرته ليس لسق مع بعضها ما تحرقش وطاب على حبة وجاء بسم الله ما شاء الله يدوب الفم هكذا وحطيته كامل كملته وروح نشوفه باقي النقروض اللي حاطيته في السينية كامل كما راكم تشوفه هنا انا بعته لبعد وجربت طريق سلحة مئة بمئة ما شاء الله يعني النقروض جاء ما شاء الله ومتحرقش الغرس كامل هذا سنية درته بعدها بعض وسنية يعني لسقته في بعض ونتيجة كانت رائعة رائعة بعد ذلك جبت يعني عود القرنفل وحاطت نفس المقروض يعني هذه اختيارية يعني عبادي دركرة ومتقاشوا يحطوا عود القرنفل تقريب ولكن أنا حبيت نرجع للعادتنا وتقاليدنا انه كانوا يعني زمان امهاتنا كانوا يحطوا العود القرنفل في الهداء ويجي ديك النكهة ما شاء الله ما شاء الله حتى الديكورت على المقروض يجي روعة 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 هنايا بعد ما كملت كامل لو حاطت العود القرنفل كامل في المقروض دينا البلاه هذا حاطيته في الفرن على مئتين درجة يعني طيب النار من تحت ساعة من زمن بعد ذلك هبطناه وشعنا له الفوق يعني حمارة شوية فقط يعني وخرجناه أنا جاتني هنا حوالي مئة وثلاثين حبة مئة وثلاثين حبة مقروض يعني ما شاء الله أنا درت كمية وفيرة إذا هبائي هذا هو المقروض اللي جاء بسم الله ما شاء الله شوفوا يعني يدوب في الفم شوفوا طي طي بسم الله ما شاء الله صدقوني صدقوني بمصداقية وبأمانة جمع قروض ولا أروع والله ولا أروع يعني شوفوا فن بسس يعني روحنا عنده ربعة ساعات من ينطاب بعد ما خرجت من الفرن كانت ربعة ساعات كنت عيت شوية بعد رجعت صورت طبقة تقديم وهذا هو المقروض اللي أحبائي ليعجبوا الفيديو هذا يعملي إعجاب للفيديو وهذا فضلا وليس عمرا ولدخل أو مرة قناتي ونقول له قناتي ترحب بك ومرحبا بك رب يحفوظك البناتي ابنياتي أخواتي إخواني أخواتي رب يبارك فيك ويتبتكم على السلاة المستقيم ما بقى لي إلا نقولكم الآن تهلوا في رواحيكم تهلوا في الفيديو طلعوا لي المشاهدات حتى نشجع ونتحفز وتكون عندي طاقة إيجابية باش نقدر ندير وصفات أخرى نتمنى إن شاء الله أنكم تدعو لي ورب يبارك لنا ويبارك لكم إن شاء الله ويحفظكم أجمعين أجمعين سلام الحار لكل بناتي وبنياتي أخواتي إخواني ونقولكم رب يعطيكم أتمنى ورب يبارك لكم في أموالكم وأولادكم ورب يزقكم بدرية صالحة ورب يشفي كل ماريات نتمنى إن شاء الله يكون أجيبكم هذا الفيديو تم مقروض ورب يحفظكم إن شاء الله ويبارك فيكم ورب يسعدكم الدنيا واخرة سلام عليكم ورحمة الله وبركاته في وصفة قادمة ملاحظ فقط هذا الفيديو روم وعيدا لمكرر أملت العمل فات سلام عليكم